واحد اللي يمشي مع الخريق اول وايه اللي يمنع اه ايه اللي يمنع شالعيه بيطلع متعود لا واجب اه ده هحط البرنامج لتلاتين واحد هحطوا لستين واحد التلاتين اللي فوق والتلاتين اللي تحت نعم اه اه مش شرط اللي ينفذ هنا هو هنا لا المدرب بتاع تحت يبقى ملتصق بالراجل وينفذ احنا كل نشئنا اللي طلعت لو تفتكر اعماد متعب وبلال وفضل وابراهيم طلعوا لعبوا بقى ام اساسيين مزبوط انت هنا بيطلع اللعيب صغير هو كويس بس انه قلو ان ديلوا وقته علشان يا يستوي ما عندكش انت وقت كنادي بطلاء طبعا انت عندك وقت لا لا انت البطولة وراء البطولة وراء البطولة والرزنامة مزدحمة انت بقى مع نفسك بقى ما عنديش وقت فهتلاقي ايه حصل ريبليس فبيتأخر الناشئ الكويس وهو كويس بيتأخر عشان نوعية لازم نوعية الشغل بتختلفة كبه نوعية الشغل تتنسب مع الفريق الاول بقى زيعة ولازم المدير الفني الفريق الاول يحطه هو نفس البرنامج اللي بتحط الفريق عشان لعبهم ما يطلع من ايش اختلاف وهو ده اللي انا بقوله طيب المدرب اللي لفت نظرك بقى انت بطلت كورة واشتغلت في التدريب اول مشهورك في التدريب كان فين كان في النادي الاهل مدرس الكورة مدرس الكورة عدت فيها ايه؟ عدت فيها سنتين مع كبتن صفر طيب انت ما تعملكش وماتش اعتزال ها؟ لا 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 خالص الماتشات اللي اعتزال دقتي مالهاش لازمة لا مالهاش لازمة خالص طيب زيب اللعيب كان بيعتزل ما فلسك انت ما عندكش نجول تاني انت طيب انت شايف التدريب دلوقتي تمام شايفه ازاي؟ احنا ماشيين ازاي في علام التدريب ماشيين زي شكل الرياضة عملية مش اقلبة مش اقلبة لا طبعا عملية مش منظمة لو احنا مش منظمة يعني دولا وجود النادي الاهلي في البلد انا بقولها صراحة هو اللي عادل كافة الرياضة بشكل جديد اش عاوزة كلامك في تنظيمه وفي لوايحه وفي انتصاراته وفي اطلاقته طيب انت اشتغلت في الامارات دربت في الامارات ولا قبل ما خشش على الامارات لا ما دربتش انا كنت لا سألنا بس انا بلتكلم في الخبطية دي انت مسيقت طاع الناشئين من الاكاديمية لحد عشرين سنة لحد عشرين سنة طلعت فيهم نجوم كتيرة جدا طيب هل الوقت في بعض المدربين يقولك لا ما ينفعش عايب ان انا بعد ما اشتغلت في الناشئين واشتغلت في فريق الاول ما ينفعش ارجع تاني للأكاديميات تاني والناشئين كلها مش الأكاديميات ما درست الكورة ده قمة قمة الشغل اللي هو زي ما بيقولوا على المحارة عشان توصل للسوبر لوكس لازم تعرف دي بتبقى فيها رهبة ده انا اول يوم تمرين كاب صفوة تنزل جنبي قال لي انت ما قبلوك ليه قلت له بقى عايزة اعرف هقف ازاي بقى يقول لي حتى الوقفة وانت بتكلم اللعيبة دي ليها تدريب ليها وقفة مخصوص يا كابتن لازم باللعيبة تبقى كيرف كده والشمس فين الشمس فين الشمس في عينهم ولا في عينك حاجات كتيره فلازم اللي يحب الشغلانة مش واخدها وجهها لازم يتعب فيها انت شايف التدريب في القطاع بالنسبة لك قطاع نشرين احسن من الفريق الاول لا هي مراحل مش احسن هي مراحل يعني مثلا حد زي الجميل بدر راجل والحاجة الكويسة اللي حصل بدر خلاص بقى متخصص للقطاع المدرسة ده بس انا بدي نصيحة هنا لبدر والنادي الاهلي يعني بدر ان شاء الله ان شاء الله هيخلي قطاع المدرسة ده لحد الخممسانة جالسان هيبقى رائح ما شاء الله لا بدر حاجات كتيره بس في خطورة هنا في ايه بقى لان هو هيسلم ناس تقريبا على المفتاح اللي بعد كده لازم يبقى فيه اتصال نوعية نوعية اللي هيشتغل ونوعية الشغل ما توقعش اللي حصل هنا لازم تبقى تكملة عشان نطلع العيب للفريق الاول سوي قوي فاهم تاكتكس مش لسه الراجل يجي الاجنبي يقولك لسه اعلم لا هو المفروض دي منظومة منظومة الصغير بيسلم في الوسط والوسط بيسلم كبير لازم بقى فيه هنا برامج تدريبية متصلة ببعض واللازم يكون فيه مشرف مسؤول على الكلام ده كله لازم انا قطاع الناشئين وقولك انا عندي كم لعيب في الفريق الاول لا لازم يحدك عندي من الفريق الاول عشان يشوف الكلام ده احنا بتدور على باكليفت بقى لنا دي او باكرايت او 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 كل النوع دي لو هعدها من ثلاث سنين يعني دلوقتي من ثلاث سنين قدام اقعد اشتغل على الباكرايت واشتغل على الباكليفت واشتغل على سر دباك مثلا مثلا هشوف الاماكن اللي انا بادفع فيها فوق فلوس كتير واشتغل عليها تحت كتير اكيد اكيد طب احنا معنا تيارير من نقدنا الرياضي الجميل جمال الزهيري عاوز يبلغ يقولك رسالة وترد عليها حاضر يا ابو الجيم